فيديو على السريع قوي هقولك فيه تاخدي ايه معاكي على الطيارة وانتي مسافرة مع اولادك وتعملي ايه علشان انتي تتبستي وهم يتبسطوا ومحدش فيك ويتعب ابدا اولا في الشنطة الكيرقونة اللي معاكي على الطيارة هتاخدي فيها اهم الحاجات اللي انتي هتستخدميها طبعا لو معاكي بيبي فانتي ضروري قوي ان انتي تاخدي دايبر وتاخدي حاجة بتعملي عليها تشنجل للضايبر طبعا قطري على قد ما تقدري من كمية الضايبر انتي مش عارفة الايام خبية لك ايه يا شابة فخدي خدي دايبر يعني انها يفيد منك احسن من ان انتي تضطري ان انتي تشتري من المطار خدي برضو ساكس خدي شرابات لكل طفل معاكي علشان يعني لو وقت الصفر طويل فريحة الشراب بتبقى مش كويسة ابدا وبتضايق الطفل فخدي معاكي شراب وكمان لو تقدري ان انتي تاخدي شوزة مريحة للطفل يلبسها على الطيارة فاعملي كده طيب تاخدي ايه تاني معاكي تاخدي معاكي غيارات لكل طفل هيطلع معاكي الرحلة دي فانتي محتاجة تحطي ليه غيار ولو معاكي وزن زيادة فممكن تحطي غيارين لكل طفل برضو انتي مش عارفة يعني الايام خبيها لك ايه لو عندك غيار خفيف قوي بكم داي بقى كويس دا لو انتي مسافرة في الصيف لو انتي مسافرة في الشتة فانتي طبعا محتاجة تحطي غيارات تقيلة علشان معروف ان الطيارة بتكون برد على الاطفال ايه هما بيوزعوا كوفرتات وبيوزعوا مخدات للنوم بس الكوفرتات بتكون خفيفة شوية فخدي معاكي ادواتك اللي انتي هتستخدميها فلو عايزة تحطي كوفرتة زي ما انا حطيت كوفرتة الطفل حطي لو مش عايزة خلاص هما قريدي بيوزعوا هناك على الطيارة بس يعني خليها معاكي جوستن كيس خلي كل حكتك اللي انتي هتحتاجيها معاكي في الشانطة بتاعتك خدي بقى طيز خدي الطيز على قد ما تقدري خدي لكل طفل اللعبة اللي هابي حبها ولو في الامكان ان انتي تخذي لعبة تاني جديدة تسلي اعملي كده وفي طيارات ممكن توزع كولارز وحاجات كده يلعبوا بيها فلو ما وزعوش انتي ممكن تطلبي تتجربي وتطلبي مفيش اي مشكلة ابدا خدي بقى سناكس على قد ما تقدري حاولي برضو تخذي سناكس هلسع حاولي برضو تخذي مثلا اكل وشرب الاولاد يكونوا بيحبوه علشان ممكن ما يحبوش اكل الطيارة ثانية بس اطعت علشان الولد جاب بحاول اقولك كل حاجة على السريع قوي طبعا مش ده ترتيب الشانطة ابدا بس انا بوريك الحاجة اللي هتخذيه على السريع في الاخر هقولك بتترتب ازاي خدي معاك بوتل ورر زيادة خدي معاك زيزة فاضية خليها معاك علشان ممكن شرب المياه يكتر الطفل يزن فمش كل شوية تروحي تطلبي من المضيفة او تتحركي من مكانك فخلي معاكي خدي بقى الادوات الاساسية بتاعة الطفل اللي معاكي لو انتي معاكي طفلة او طفلة ست سنين سبع سنين اجبر لو انتي معاكي حد اصغر شو في ادواته الشخصية براش للتيف خدي معجون الاسنان خدي فرشة الاسنان خدي المشت وخدي مزيل نيجي بقى للادوية ودي اهم حاجة خدي دواء للترجيع وده ضروري جدا ومهم قوي خدي بالك لو انتي في مصر فالنوعة ده ممتاز للاطفال بس خدي بالك الاربعة الاربعة ميلي جرام دي ده يعني للاطفال في منه للتمانية مكتوب عليه تمانية ده للكبار فلازم تخدي بالك من حاجة زي كده وانا مكبرة الصورة علشان خطر تخدي بالك ده نوع ممتاز لازقه بتحطيها على اللسان بتضوب ما فعلها بيقعد اتناشر ساعة فانتي قبل ما تطلعي على الطيارة لازم الطفل يكون واكل كويس قوي وتحطي له اللازقه دي طبعا لازم تخدي معاك دوة مسكن للاطفال علشان السخونة في حاجة بقى تاني جومي سليب وده منوم للاطفال وهلسي وبيكون موجود على الشلف هنا فما تقلقيش ابدا من ان انتي وقت الضرورة زي كده تدي لكل طفل واحدة او على حسب السن بيكون مكتوب عليه التعليمات يعني تبتدي تديها من سن كام وكام واحدة دي بصراحة معجزة يعني بالنسبة لي بتنقذني كتير قوي وقت الصفر فاعملي كده لو في الامكان ان انتي تعملي كده الطفلة هينام منك طول الصفر فولا انتي هتتعبي ولا هو هيتعبي بس برضو حاولي تخليه هو يستمتع معاك يعني بقى يمسك الموبايل شوية يسمع مثلا فيديو شوية يلعب شوية حاولي بقى ايه تتبسطوا مع بعض على قد ما تقدروا وكده خلاص انا قفلت الشونطة بتاعتي من فوق هتحطي زي ما انا بشاور كده تحطي بقى الادوية بتاعتك علشان تبقى سهل عليك قوي لان بتبقى حالة طوارق وفي الحتة اللي تحت بتحطي الدايبر وبعد كده بتحطي الغيرات على حسب الترسيب وسفرية سعيدة ويا رب يا رب تنبسطوا وترجعوا بألف سلامة مع السلامة باي باي اشتركوا في القناة